هتقول ايه كابتن فاهده? اه كابتن فاهده واحمد اه شخصية محترمة جدا اه احنا كنا من حاكم تمالي مع بعض البطولات العربية. نعم. البطولات العالم. اه بطولات الخليج. اننا كنت بروح اه. بطولات العربية. اه. والبطولة العربية. وكنت بشوفه تمالي وكان صديق مقرب. وزاد ان هو راجل بيستاد سمك زي حالاتي. بس هو طبعا غير البحل احمد بيروح يستاد. في عمان وبيستاد في القويت. اه. وبتمالي شوية يبعط لي فيديوهات عن السمك وصد السمك. زي بيدي بقى. السمك يختلف هنا عن. اه. انك بقى حاجات تغير اللي عندنا احنا. اه طبعا. عندنا حاجات صغيرة هم بسم الله من شاء الله يعني. اه. عندهم سمك يعني احجام اكبر من اللي عندنا بكتير يعني. يعفصات سمك. اه. اه. لا لا لا. طبع. هو حريف يعني بسم الله من شاء الله عليه يعني. وراجل اه بجد يعني اعرفه من زمان يعني. طب هل اليابانيين كسروا قاعدة في علاجك في اليابان. اه. ايه بقى ازاي بقى استسلوك انت عن اليابانيين كله. بالزبط كده. اولا انا اما روحت للمستشفى. مستشفى مش عايز اقولك اه. لا ايه يعني. سيفن ستار مسلا تين ستار يعني. وبعدين قبلوك باحترام وقبلوك بكل يعني. معارفين طبع اسمك. وبعدين طلحت في الدول معين. دول معين ده سيكوريتي خاص بي. محدش يخلش ان كل الناس الموجودين اه. شخصات مهمة جدا. اه. قصر قادة ان المراتي كانت مرافقة ليه. انا في اليابان ما نفعش يبقى فيه مرافقة ليه. اه. هي كانت قادة معايا. اه مدينك قوضة لوحدك. بحمام لوحدك. ملكش يدعوة بالناس. ده بردولك الجميل بقى. بص مش هنقولي الجميل بس نقولي احترام. دي ما هيدي حياتهم كده. لا احترام. احترام. انت عملت حاجة فهمة. بيردها لك. بيردها لك. اه. بالصورة تانية. اه. يعني انا مسلا ما كنت باتمرل. ما بروح في حياتها تاتمرل. كان بيدولك مساحة تاتمرل زي ما انت عايز. اه. ما كانش بيدولها مساحة لأي حد. اه. تاني. اه. يعني هو التمرين لك بطايمينج معين. مش بطايمينج يعني. او بوقته معين. اه. في اماكن ما ينفعش يروح فيها لأجانب. انا كنت بروح فيها. اه. يعني الزهبات ديكت هتأخرج كتير قوي. بالزبط كده. اه. مفيش مكان روحه الا والناس ترحب بيك جدا. مفيش مكان ان انت اه. اه. تقول مسلا انا عايز اعمل كذا الا ويقولك اوكي. يعني انت بتعمل كيباني في اي بي. بالزبط كده. يعني انا. فيها حاجات تمرين بيبقى محتاج فيها لعيبة معينة. اه. فيجهزو لك اللعيبة دي تعمل فيهم اللي انت عايزه. محدش يقولك لأ او. او نتعبت او لأ مفيش كلام ده. معرضوش عليك انك تبقى مسؤولة على المنتخب القوم الياباني. لا 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 عندهم ناس ابطال عالم. عندهم الناس ابطال العالم. منفعش. طيب. هل انت مفكرش انك تاخد الجنسية الياباني. منفعش. ليه بقى. لان انا اليابانين. اه. لو انا خدت الجنسية اليابانية استغنى على الجنسية المصر. اه. لا ده صعب. انا معاك. بص. الجنسية المصري. بحلوها ومراها. هي على المنزل. زي العسل. زي العسل. زي العسل. بلدك وانت بتحبها. اي حاجة فيها. دي حياتنا هنا. يعني نملوك في بلدنا هنا زي ما بيتقال. يعني انا مسلا. كنت باخد اقامات مسلا. لكن لازم كل ستة شورة اروح عشان اجدد الاقامة. انا ما ما انفعش. يعني لازم. هنا بلدي. اه. في حاجات هنا اينا مش موجودة في اي حتة في العالم. يعني بعد قده بتاخد الجنسية الياباني. لا ابدا. انا كنت ممكن اخدها في اي وقت. بس هتستغنى عن جنسيتك. اه لا. 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 ما احترامي الياباني. لكن اقامة. اقامة. كنت باخد اقامات. اه. لكن ما انفعش. الجو في الشتة قارس هناك ها. تلج. فيه تلج يعني. بس الجو قريب من مصر مش يعني. تلج مش كتير. لكن الحر بيبقى حرق عالي اوي. لان الرطوبة هناك عالية جدا يعني. لما حرنا هنا بالنسبة لهم. لأ هنا يعني ساعات بيبقى حرق من هنا. كمان. ان الرطوبة ما تبقى عالية اوي. الرطوبة عندهم اعلى من مصر. اه. اه. يعني مسلا لو لك ضجة الحرارة. خمسة وثلاثين احساس خمسة واربعين انا عندنا هنا لو اربعين وما فيش رطوبة ما بتحسش بالحرارة بالزبط خالص يعني مفكرشك تصطاد هناك؟ اصطادت بانا واحدة بس بس لازم ايه تصريح بس بعمل ايه بغير القصة دي ان انا بروح مثلا سوبر ماركت بتاع روالسيد اعود اتفرق واشتري مكان شعري شكل مختلف صنار شكل مختلف يعني عندك العدة بتاعت الصيد عندي عندي صندوق كبير ملايان مكان انما في اليابان الصيد صعب مسلا لا 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 بس ما بقاش في فرصة لانا بيت حماتي بعيد او عن البحر يعني ما طلعتش وكيندي مسلا اصطاد فالي حتى طلعت وانا كنت لعب كده كنا تعزمنا في بلد كده وروحنا طلبت منه وانزل اصطاد فخلوني انزل اصطاد طلعت سمكة صغيرة كده وخلاص يعني طيب انت اكبر سمكة استطاق ادي ايه في اليابان في الوقت صغيرة ادي كده لكن مواسي كانت كبير يعني لما هنا تسمك بتاعنا ايه الادب ادي كده كبير لا 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 في اسكندرية لا طلعت سمك كويسي الحمد لله اه اه يعني انت انت بالنسبة لك عندك الجنسية المصرية تفوق اي جنسية تانية يعني بلد حياتك اللي تربيت فيها وحياتك اللي تربيت فيها وازقاء وكلام ده كله اه يعني طب ايه حكاية امبروتوري الياباني اللي ارسالك الوسام بص انا رشحت لان انا اخد وسام الشامش المشرقة وربنا كرامني وبعتولي الوسام من انطاري السفارة اليابانية اليابانية هنا في مصر نعم واخدت الوسام وامروا لي حفلة كبيرة جدا وكانت الحفلة دي كان فيها ناس كتيرة جدا 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 يعني الحمد لله طيب كان فيها حتى اه دكتور اشف صبحي كان فيها اه سمودة كان فيها البهندس حسن ثقر كان فيها اه كابتن سامح مباشر اللي هو سامح مباشر والله ارحمه وكان فيها صحابي من صحابي مسكندرية وكان فيها ناس كتير قوي 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 يعني طيب احنا معنا ثالث وقت من الكابتن علاء عرفي وده صديقك وحبيبك وكان لعيب منتخب مصر السابق بعت لك لسانة تعالي شو فيه يقول لك علاء يقول لك